مساء الخير على كل مشاهدينا حشتونا جدا من حلقة اللي فاتت لحد الحلقة دي حلقة النهاردة مختلفة جدا وبورة الصندوق على عيدة طبعا ما فيش حد فينا ما بيصحاش من النوم كده اول ما بيصحى بيحس انه ظهر وجو والجسم كله مكسر بالذات لو روحنا الجيم مثلا ويقولنا بقى ايه نعمل هلسي بقى كده والصحة ونهتم بصحتنا زي طبعا ما بنشوف كتير مشاهير دلوقتي بيروحوا الجيم وبيهتموا بصحتهم بس اول ما بيروحوا الجيم يعني احنا دلوقتي ننزل نروح الجيم نرجع تاني يوم جسمنا كله مكسر فتضطر اللي هو اليوم اللي بعديه ما تقدرش تروح من كتر ما جسمك مكسر مش قادر تقوم ممكن تكون عملت تمرينة غلط او شلت حديد او عملت حاجة غلط مثلا كابتن ما كانش مشرف عليها فما بتقدرش بتتحرق طبعا اللعبين الكورة اغلبهم ما كانش كلهم طبعا بيجي لهم لبات صليبي وحد بيكسر بحد رجلو بتوجعو طبعا ستات البيوت طول اليوم يعاني لا في المطبخ لها بيعملوا اكل لو وقفين بيروحوا فما بقدروش اخر اليوم تقول لك ركبي مش قادرة ايدي مش قادرة وجعاني انا مش قادرة اشيل حاجة على ادراعي انا مش قادرة اعمل حاجة طبعا من الام العظام اللي بيبقى فضيع طبعا منشوف دلوقتي بتطلع على قنوات مش مواسوق منها طبعا كلمات وحاجات ويخدوا دوت مش عارفة ايه المنتج دوت كريم وعليه واحد هدية برشام وعليه شريط هدية طبعا حاجات دي بياخدوها بتعمل اضرار كتير بس طبعا عشان الناس ما بيبقاش عندها قادر كبير من الوعي او ما بيستشروش اطباء ممكن يروح مثلا صيدلية يقولولهم ايه يا دكتور انا قمت النهاردة جسمي مكسر فياخد مسكنات مايفكرش ابدا مثلا يروح الاستشاري يقولك لسه اروح للدكتور ايه ابرة مسكن او برشامة وايه والدنيا هتمشي معايا والدنيا هتبقى كويس طبعا اغلب الستات بقى رباط البيوت او الرجالة مثلا ببطول اليوم في الشغل اللي عادينا على مكاتب زي اللي عندنا طبعا عادينا على الكنترول طول اليوم لما بيجوا يقوموا دارهم برضو بيبقى اغيحهم مش عارفين برضو يعملوا ايه طبعا عشان كل الحاجات الحلوة دي انتوا طبعا طلبتم مننا كتير ان احنا نجيب دكتور يكون استشاري عظامه كده بس كالعادة انا ما بجيبش حاجة غير لما يكون الدكتور معروف جدا طبعا عنده خبرة كبيرة عنده امانة عشان كده يعني بنقض شوية وقت حلوين علشان نختار طبعا ايه الدكتور اللي عن جيب وطبعا ضيف حلقاتنا النهاردة هيكون معانا بعد الفاصل هيكون معانا استاذ ودكتور احمد ممدوح مختار استشاري جراحة العظام مدرس اصابات الملاعب وخشونة الرقبة وكلية الطب بجمعية عين شمس الدكتور النهاردة هيكلمنا بزيت عن الام الرقبة والحقن انا طلبت منه شخصيا صراحة ان هو يكلمنا عن حقن الرقبة حقن الزيت نعرف ايه الفرق ما بين الحقن ده والحقن ده حل بيكون مؤقت ولا دائم ايه الاسباب اللي بيجيب الرباط صليبي بعد العملية العمود الفقري بيكون فيه قلم ولا لا طبعا الطب بتطور كتير الاول لما كان حد يعمل عملية الغدروف او ايه عملية في العمود الفقري او في الرباط الصليبي او حتى كاثر بسيط يقولك لا ده صعب قوي الالم بتاعتها صعب اصعب حاجة العظام ما بتخفش بسرعة هيكلمنا برضه النهاردة عن الشرايح والمسامير لقدر الله لا لا ما حد بيحصل له حدثة بالشرايح والمسامير دي فيما بعد بتأثر فعلا على العظام يعني بعدها ما بيبقاش قدر يمشي او مثلا زي ما بيقولو كده بالبلدي عندنا بيعرق شوية فيه ستات لما مثلا تتكسر وتعمل جبس وكده لو فكته قبل معاده ده بيقصل على الرجل ولا لا بيقصل على صحتها ولا لا اهم اهم حاجة طبعا ان احنا هنعرف منه برضو ايه الاسباب اللي تخلينا نتفادي ده وكل ده طبعا هنشوفه بس بعد الفاصل صغلون قدي كده ما تروحوش في اي حتة نجعلكو على طول اهلا وسهلا معاكو دكتور احمد مفتارس شارك راحة العظام مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس تلينيكين فالو اوف هامرتون يوريستي هسبيتال الانترا ارتكيلور انجيكشن او الحقنة في الرجبة من الموداليتيز المهمة جدا في علاج الخشونة علاج الخشونة دايما بيبقى ستاب وايز ابروش احنا بنبدأ بلايشتايل موديفكيشن من تقليل الوزن وتقوية العضلات سواء برياضة او بعلاج طبيعي والهيستري وتشوف العيان طبيعة حياته ايه العيان عايز ايه من الحقن وهو طبيعته ايه بالزبط الحقن وبعدين نبدأ نجرب الماديكال تريتمينت خلوا بالكو ان الماديكال تريتمينت يبقى ثلاث شهور بس لان للاسف شفت حالات قاعدوا ياخدوا مسكنات وعلاج دوائي لمدة سنين لحد ما دخلوا في فشل كلوي مفيش تحصم مع الماديكال تريتمينت نبدأ نفكر في الحقن حقن الهيلرونيك اسد او المادة الزيتية اللي شبه السائل الزلالي اللي موجود اصلا في المفصل وبيضاف الي اتنين سانتي كورتيزون عشان يقلل للتهاب في انواع مختلفة من الحقن ومن الحقن المستوردة اللي بتحسن ست شهور او سنة او سنتين كل ده بيعتمد على الكشف والفحص والإجزامينيشن والهيستري وتشوف العيان طبيعة حياته ايه العيان عايز ايه من الحقن وهو طبيعته ايه بالزبط الحقن كنت انا واخد في انجلترا وانا بنعمله عشان كده لما بتستخدم الصنار على الرجبة انت بتبقى شايف كويس قوي انت داخل فين مفيش اي مجل الالم الموضوع مش مقلم تحسن بيبدأ بعد 48 ساعة وبطول على حسب نوع الحقن اللي انت اخترتها من الانواع الاخرى للحقن زي مثلا الPRP او الplatelets او الصفايح دي مفيدة جدا في موضوع القرحة لو انت الحيطة العيان بدري قبل ما يوصل لخشونة حقيقية grade 2 مثلا والحيطة بدري وفيه قرحة تتصفايح عندك قدرة انها تترسب في القرحة دي وبعد كده تتغير لحاجة شبه الارتكيلر سيرفس او السطح المفصلي والمتابعة دي من الحاجات اللي بتجيب نتيجة دم دمتم بصحة وعافية معاكو دكتور احمد مختار ورجعنا لكو تاني ولم يلسه مكملين حلقاتنا معاكو ومعانا دكتور احمد من موارنا نار اهلا سهلا ازاكي العاقب الحمد لله دكتور في الاول كده بقى عايز حضرتك تعرفنا عن نفسك فالنفسة تعرف ايه انا دكتور احمد من مضوح مختارس شارك راحت العظام مدرس في كلية الطب جامعة عين شمس ممبر في الولدج الكولوجة سورجنز وكلينيك الفيلوب هومرتون يونيورسي هاسبتال في لندن الزميل زائر نورتنا يا دكتور نورك طبعا دكتور حضرتك بقى يعني عارف موضوع حقن الرجبة انتشر جامد جدا وفيه ناس كتير بتقول لا ده مثلا بعد ما بنحن الرجبة بيكون لها اضرار او اثار جانبية او ان هي مثلا ده بيبقى كاذب طبعا تسمع حاجات كتير في الاول بعد ازاك تعرضنا ايه هو حقن الرجبة هو حقن الرجبة هو خطوة من خطوات علاج خشونة الرجبة خشونة الرجبة علاجها تلات خطوات علاج دوائي وتغيير اللايف ستايل تخس وتقوي عضلاتك وتلعب رياضة وتاخد دواء لمدة تلات شهور مش اكتر من كده وده اللي بيقوله شركة الادوية مفيش تحسن بنتجه للحقن الحقن بيبقى مؤقت الحقن مؤقت شركة الادوية نفسها بتقول فيه تلات انواع حقن حقن بتوع 6 شهور وده المستورد الفرنساوي والالماني حقن بتوع 6 شهور حقن بتوع السنة حقن بتوع السنة ونص سنتين وبعد كده بنحتاج نكرره تاني طب مفيش نتيجة مع التكرار نحتاج الحل النهائي بقى فعلا اللي هو عنوان الحلقة هو عملية تغيير المفصل اللي بتوع 15-25 سنة بنغير المفصل كامل كامل فيه حالات معينة بتحتاج تغيير جزئي ودي حالات نادرة ومحتاجها patient selection او اختيار معين لكن العادي ان احنا بنغير مفصل كامل ونتاجه هيلة طيب احنا فيه سؤال غالنا من كذا حد بصراحة اللي قالونا لو عملنا حقن حل بعد كده فيما بعد لما السن بيكبر بيبقى فيها سنة انهم يعرجوا على رجليهم يمشوا بيعرجوا لا العرجة اللي بتبقى موجودة نتيجة تقدم الخشونة الخشونة is progressive disease مرض متزايد مش بيثبت الحقن مجرد حاجة بتماسك او بتغطي الاعراض للمدة اللي قلنا عليها ستة شهور او سنة او سنتين وبعد كده الاعراض ترجع تاني والخشونة تزيد بحاجة مؤقتة طب هي اصلا الخشونة بتيجي من ايه دكتور؟ الخشونة دي جزء طبيعي زي الـ زي ان الواحد شعره بيبيض جلده بيكرمش بيحصل خشونة فيه ناس عندها genetic predisposition او استعداد وراسي للخشونة اكتر هتلاقي والده عنده وجده جاله وجدته كتمشي بعكاس فده شيء طبيعي عرضة اكتر الناس اللي سنها كبير وزنها كبير الوزن الزيادة ضعف العضلات كل دي risk factors للخشونة طيب عايزة برضو اسألك يا دكتور ايه هو انواع الحقن اللي حردك بتفضله؟ هو الحقن زي ما قلت الحردك تلات انواع ده بالنسبة الهيلورونيك او الزيت فيه نوع تاني من الحقن اسمه plasma او platelet rich plasma او stem cells دي بتنفع في حالات معينة زي القرحة زي الخشونة المبكرة جدا زي الشباب اللي هم 45 ل 50 مثلا دول ممكن يهتحان وبلازما تمام طب الحقن بيبقى ليه اضرار جانبية؟ الحقن لو تحقن صح لا غالبا لا في حالات الهيلورونيك اسد بنحط الكورتيزون بيبقى 2 سنتي اه لو العيان عنده سكر او ضغط ممكن يرفع الضغط اه ممكن يرفع السكر فبننبه هالعيان لو سمحت تابع ضغطك وسكرك كويس جدا تمام طب انا عايز اسألك بقى ايه الاسباب اللي هي مش وراسية بتسبب خشونة روبة؟ اهم من سبب التقوص لو حد عنده تقوص تقوص جامد اللي بيطلع من الجيش ده ده هيجيله خشونة كده كده فده هيعمل عملية تصليح انا عملت العيان عنده 18 سنة عملت له استعدال اه والله لان انت هيجيله خشونة واتبسط وبعد كده العيان لما بيتبسط بيجي يعمل الناحية التانية في حالة تانية كان عنده 55 عملت ناحية وكانت جيالي تعمل الناحية التانية يعني انا ينفع عامل رجل ورجل لا؟ ايوه بنبدأ لو عملنا الناحية تاني مش هتعرف تنمشي احنا بنعمل ناحية وبنتعكز على التانية على التانية اه شوية وتنينية تخف نعمل الناحية تانية طب العملية بقى بتخف بعد قد ايه؟ بعد على حسب نوع الشريحة اللي بنركبها فيه انواع شريحة بنبدأ نمشي من تاني يوم بعد العملية على طول الشريحة العادية بتقعد من شهر ونصف تاني شهور لحد ما تحمل طب انا شفت فيديوهات لحضرتك بعد العملية كانوا ماشيين عادي من غير القيز ولا اي حاجة ربنا بيبارك ده اول حاجة تاني حاجة دي كانت مفصل وكانت المفصل المفروض بعد اسبوعين يمشي بعكاز ده اللي مكتوب في الكتب يعني بس سبحان الله العيانة دي اسمها الحاجة صباح يعني ربنا ترام ده حقيقي انا شفتها طيب انا عايزة بقى أسهل لحضرتك سؤال للشباب بقى يعني انا احنا اول ما بنروح الجيم طبعا السوشال ميديا الجيم مغرق فيها دينيا وكده ننزل تاني يوم نسحة ما مش قادرين جسم كله مكسر تلاقي الناس بتشيل اوزان حواليك والكابتن يوعد يشجعك تروح شايل اتقل حاجة عندك لا لو سمحت واحدة واحدة احنا في صفحتنا كاتبين شفاء خطوة بخطوة الجيم خطوة بخطوة التدين خطوة بخطوة اي حاجة في الدنيا ربنا خلق الدنيا في ست ايام فبلاش تاخد الدنيا قفش ابدأ واحدة واحدة التسخين قبل التمارين مهم جدا لعشان ما يحصلش اصابات في الاوطار والاربطة تميم حضرتك كنت مركز اوي في الفيديوهات بتاعتك حتى لما بتتكلم دلوقتي بتقول اهم حاجة مخافة في الوزن الوزن بيدر العضن بيدر العضن كله بيدر مفاصل الرقبة لما الوزن بيزيد بيحصل ضيق في القناة العنقية بيدر مفاصل الظهر البطن او اللي احنا بنسميه كيرش بيغير الكيرف بتاع الظهر بيفرده وهو المفروض يبقى فيه حاجة اسمها بيأثر على الحوض بيأثر على الرقبة كل البادي اكسس بيتأثر بالوزن طب هو يعني المفروض بيبقى الوزن ايه يعني لو مية وستين تبقى هي كام مثلا لا فيه حاجة اسمها بادي ماس اندكس انت بتحسب الوزن على الطول 1.6 مثلا سكوير يعني لو وزنها ستين بنقسم وطولها مية وستين على واحد وستة من عشرة مرب تربيع طبع يطلع لنا الوزن اللي هي المفروض اللي المفروض تبقى فيه من خمسة وعشرين لتلاتين كده زايدة اقل من خمسة وعشرين كويس من تلاتين لخمسة وثلاتين زايدة فوق الخمسة وثلاتين تحتاج عمليات تخصيص وهكذا طب يا دكتور هل مثلا لو فيه حد في الشباب هو اصلا كان جسمه الفيع ولما كبر جسمه مثلا تخن او جات له سمنة وكده ده بيأثر على العظم يعني العظم فعلا بيأثر جدا لان هو جسمه هو صغير ما كانش متعود على الحملة ده فجأة تخن وحتى ساعات بتيجي ستات قعدت من شغله ونفستها بقت وحشة فوزنها زاد تبدأ تشتكي من رجبتها لان الرجبة سبحان الله متعودة على حمل معين فجأة الحمل ده زاد فهو كأنك بتحمل على عقالة حمل فوق طائقتها فلازم تبدأ تشتكي فانت حضرتك اول خطوة بتاخد مثلا تقلل وزنها تلعب رياضة تمشي كويس تقلل السلالم لان السلالم اثناء طلوع السلالم الرجبة بتشيخ خمسة ابعاف في الوزن الجسم فده كتير جدا فعشان كده حضرتك اول حاجة بتقولها ان هي لازم تعليل وزنها نلعب رياضة نقوي عضلات الفخت بعد كل صلت نعمل تمارين معينة كده انا بحفظها لكل العينين نقدر نشوفها طيب فيه برضو مقولة مشهورة جدا بتقول ان مشروبات الغازية بتنزل على عضم بتفوره ده حقيقة؟ ريش الدرجة دي بس هي بتمنع من امتصاص الكالسيوم الفيتامين دي اللي هو ناقص في كل بنات وستات مصر لان اغلبنا محجبات او بنلبس محتشم ما بنتعرضش لاشعات الشمس بالتالي في ناقص فيتامين دي ففيه قلم عامة في العظام طيب فيتامين دي كل دوره انه يحسن امتصاص الكالسيوم ويخزنه في العضم في نفس الوقت مش هنقولي احرم خالص نحن امتا واسطة اشرب لك واحدة لو نفسك فيها وياريت تبقى من غير سكر لا يا ضايت زيرو طيب عايزة برضو اسأل حضرتك هل الخشونة بتيجي في سن مبكر ولا هي لها سن معين ولو جات في سن مبكر بيبقى ايه اكتر الاسباب بوراسية ولا اخطاء الطبيعي انها بتيجي بعد سن الستين ده الطبيعي فيه تقوص تيجي بدري فيه تقوص خارجي او داخلي تيجي بدري فيه التهابات فيه حاجات امراض زي امراض الدم الهيموفيلية بتعمل التهابات معينة بتيجي في سن التلاتين والاربعين حصل له حدثة كسرت القصبة ولحمت غلط تيجي بدري حصل له التهابات صديدية وما تعالجتش كويس تيجي بدري حصل له بعد الشر ورم واتكحت غلط تيجي بدري فيه اسباب كتير جدا ممكن تخليها تيجي بدري المهم ان انا نعالجها منسبهاش ونقعد ناخد مسكنات وخلاص ايوه طبعا كنت قبل ما حضرتك تشرفنا كنت بقول ان فيه ناس بتستسهيل وما بتروحش الاستشارة على طول او دكتور على طول بتنزل سيدالية جيب مسكن وخلاص والله يجي لي عيان قاعد ياخد مسكنات لحد ما جاله فشل كلوي وهو عارف ان عنده فشل كلوي وقرب يخسل وكان جاي عايز برضو مسكن وكان بيتخانق معاه في التأمين الصحي بعد ده كله عايز مسكن او والله سبحان الله طب هم بيصررين على المسكنات اكتر فيه ثقافة للأسف كده محتاجين وعي ان احنا يا جماعة من خافش من العملية او عملية انهار بيض يا رب بوستر ليه يا جماعة ما هو العملية دي ما خلق الله من ده الا وخلق الله الدواء ده دواك المسكن ده شاركة نفسها بتقولك ما تاخدوش اكتر من اسبوعين تلاتة انت تاخدو 12 سنة وبعد كابت تشتكي ان كليتك ببوزت لا الدكات تركت بيني مسكنات بوزتلي كليتي لا انت اللي اخترت وبتيجي في وقت فعلا يا دكتور المسكنات دي ما بتعملش النتيجة طبعا وبعد كده فيه ناس بتخش في النتوع تزود المسكنات لحد ما توصل للترامدول والتمول وجالي عيان عنده ديسك هو صبور قاعد يصبر يصبر لحد ما القلم غلبه فاخد مسكن 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 لحد ما وصل للترامدول فليه ليه ليه عشان خايفين من عملية انزلاق وضروفي نوصل للإدمان يعني ازاي طيب طيب انا برضو هاخد من كلام حردك واسألك ايه هو بقى الانزلاق الغدروفي الانزلاق الغدروفي ده هو تحرك المادة الجيلاتينية ما بين الفقرات بعد ما يحصل قاطع في الانيروس فيبروزز او الغشاء اللي فيه ويتحرك لو تحرك الورا بيعمل وجع في الرأب او في الظهر بس لو تحرك للجنب من الجنبين بيعمل ضغط على العصب ده مشكلة بقى يعمل لك عير النسا النسا مش النسا لان الواحد بينسا نفسه من القلم نسا مش نسا لا 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 عير النسا بس سياتيكا فالسياتيكا دي مشكلة لو انت كشفت على عيان وعملت له straight leg raising ولقيته فعلا positive يعني لما بيرفع رجله فيه تنميل وكهرباء ونار نزل على رجليه والكهرباء دي واصل اصبع رجله الكبير لا انت محتاج رانين وبالرانين بنعمل classification وgrading وعلى حسب الدرجة لا انت بقى تحتاج حقن أو عملين تمام طب يا دكتور يعني فيه ناس كتير قوي بتبقى خايفة اول ما بيقيلها نزلاغ غدروفي وكده بتبقى لا عملية انا ممكن مقومش منها تانية انا ممكن اتشار ليه بعد الشر؟ هو العملية يا جماعة احنا الجراحين اخترعوها ليه الجراحة الجراحين اخترعوها ليه هل هي حاجة نعزب بيها العيان؟ كده لا لا لو بكلب جد والله اصل الناس كلها تقول لي لا حرم عليك انت ايه انت جراح ولا انت جزار ايه اللي انت بتقولو ده؟ الجراحة دي فن انت بتعمل سبحان الله وتشوف خلق الله وتنقذ بتغير حياة الانسان فاعمل ده بدل ما تاخد ترامدول ولا تفضل تمتألم فيه ناس العصب بتأخروا لحد ما العصب يتأثر تأثر او غير مردود حتى لو الالم راح بيفضل رجله برضو ماشي بطريقة غلط فيه حاجة اول دكتور ما كنتش عايزني يقولها خالص هو طبعا على طول لما بيطلع على اي فيديو عنده على البيديو وكده بيقول لأ تعالوا وكشفوا ولو انتوا حتى محتاجين عملية انا هعملها لكم ما تتصلوش بيا وتقولولي ايه العملية الفلانية تتكلف كام هو يعني خدوهم جدا وخبا ما كانش حاببين انا اقول كده بس انا طبعا قلت كده معلش لا ايه دي الحقيقة والله انا فعلا ما طلبتش منها تقول كده بس السؤال ده بيستفزني يا جماعة انا مش تاجر والله ما تكلمنيش تقولي المفصل عامل كامل نهار ده يعني ايه نفصل عامل كامل نهار ده مش خضار يا جماعة مفصل ايه حوض ولا رجبة اولي ولا سناوي يمين ولا شمال طب انت بتشيكي بقالك قد ايه بقالك كم سنة كل التفاصيل دي هعرفها منك برسالة على الفيسبوك ازاي طيب مستحيل طيب كتعالكش في يسيدي لو في صعوبة في الكشف مش عاجزين منك حاجة ايه انا فعلا شفت كده ناس كتير طبعا للأسف بيقوله دلوقتي ان الدكاترة بقيت وقدر موضوع بيزنس طيب عشان نبقى قومنا فيه ناس بنقدر نقول كده لكن اللي انا عرفهم احنا عضاء هاية التدريس في عين شمس لا اغلبنا مش كده الحمد لله اولا نقرب من عين شمس ما بيباش كده ثانيا المرضى بقى فيه استسهال هو قاعد على السرير وماسك موبايله وعايز يوصل للتشخيص ويعمل العملية لو يطول على الفيسبوك فما ينفعش قوم اتحرك روح للدكتور روح لأي دكتور انت واثق فيه ان خير من استقجرتك قوي قوي علميا وامين ماديا لا هيسرقك ولا هيغشك في العين بس لكن مش وانت قاعد في السريرك تحت الغطا ومشغل التكيف بكام عملية المفصل على متى استفهام ازاي طيب الدكتور فيه سؤال جانا كتير جدا العملية دي كبيرة جدا واللي هي عملية التغيير المفصل هل بيكون امينة على امراض السكر يعني الناس المرضى بمرض السكر امينة عليهم طبعا احنا بنعمل بس طريقة معينة ان احنا بنقيس حاجة اسمها سكر التراكومي اللي بيدلنا السكر عامل ايه اخر كذا شهر لو السكر التراكومي كويس بنشوف استاذ التخدير اللي شغال معنا يشوف كل التحاليل يتطمن ان هي سيف وامنة انها تخش العملية عملية العملية بنقعد نتابعها بعد كده كل ساعتين لو السكر اعلى من 200 اقل من 200 يبقى كل 6 ساعات ولو احتاجت انسولين بتاخد 5 وحدات لكل 50 جرام فوق المتين طريقة معينة كده اسمها سلايدنج سكيل اول 48 ساعة نتطمن ان كله تمام تخرج وهي ماشي على رجلها بتبقى دخل على كرسي بتخرج ماشي على رجلها والله ده اللي بيحصل طب يا دكتور بقى في حاجة كل النس بتبقى عندها فضل تعرفها انا بعد العملية هخرج عندي قلم ولا لا يعني كله بيبقى خايف من حتى دي خلينا صراحة طبعا هيبقى فيه نسبة من القلم مش قلم اللي انت خايف منه لان حديثا او مش اللي كان عندي طبعا خالص احسن من اللي كان عندك بكتير قلم جرح بس لان حديثا فيه جهاز اسمه PCA او patient controlled analgesia تسكين يتم التحكم به بواسطة المريض بيدوس على الزرار يطلع مخدرات 48 ساعة مش حاسس حاجة خالص طب ما قالوش اي اضرار لا هو 48 ساعة والبنج اللي فيه اخلص بتبقى زي ازازة كده بس ومش بيحتاج حد يديله ابرار لا لا هو هيدوس لنفسه على الزرار وهم 48 ساعة دول اللي هيبقى بيتهم في المستشفى وانا بمر عليه والمساعد بيمر عليه والطبيب المقيم بيمر عليه فمش هنهملك يعني ما تخافش بتبقى الدنيا امان وبيبقى فيه كذا حد متابع لو فيه سكر ضغط كله تمريد بيئيس وبيبلغ الطبيب المقيم والطبيب المقيم بيبلغني تمام طب فيه بقى من فترة من حوالي مثلا ثمان سنين كان فيه عملية اول ما ستمنسس معنا لا خلاص ده يموت احسن مما يحمل عملية عملية العمود الفقري مالها بس عملية العمود الفقري عملية العمود الفقري دي كانت وغدى شو جامد قوي من كام سنة اني لا صعبة وما فيش حد بيدخلها ويرجع عايش لا الكلام ده مش صح دلوقتي لو لدرجة بسيطة الحقن سهل جدا بيتعامل في العمليات من غير بين جهات بتخش بتبقى نايم بوضع معين ومعانا جهاز اشعة اسمه فلوراسكوبي وبالامج نشوف احنا هنحقن فين ونحقن وتخرج نفس اليوم والدنيا بتبقى كويسة لو الدرجة اعلى شوية بتحتاج جراحة انا والدي عمل عمليه فضر وانا دخلت معاه العمليات يعني جبت استاذ من عين شمس اسمه استاذ دكتور احمد مرسي وانا دخلت سعيته قال لي هتقدر قلبك جامد تخرش مع والدك اه مفيش مشكلة فلأ عمليات العمود الفقري بالحمد لله تحسن وبقى يقدر ينزل تاني المسجن ما شاء الله طب يا دكتور للأسف طبعا وقتنا بيخلص معك بس قبل ما يخلص بقى عايزة حضرتك تقول لنا مثلا في 30 ثانية كده نصايح انت خلينا تجنب الخشونة القلم العمود الفقري نحافظ على عظمنا شوية طيب خلينا نتكلم عن الخشونة الاول حافظ على وزنك حافظ على قوة عضلاتك يا اما تتمشى كل يوم 45 دقيقة يا اما تعمل تمارين لتقوية عضلات الفخد بعد كل صلاة 10 عدات في 5 ادي 50 طيب بالنسبة للرقبة والضهر اللي بيشتغل على شغل مكتبي او اللي قاعد يبقى قاعد زيك كده فارد ضهره وفارد رقبته فيه ناس وياه بتشتغل بتبقى قاعد عاملة كده بتيجي تشتكي من ضهره واللي بيذكره واللي بيكتبه والكل سنتر كل ده بيشتكي من رقبته وضهره حافظ على وضعه واقرو عن حاجة اسمها ايرجوناميكس اللي هو كيفية العمل لفترات طويلة وانت محافظ على مفاصلك بيتامين دالي يا جماعة لازم نتعرض للشمس احنا في الصيف دلوقتي اللي يقدر ياخد اجازة يروح يصيف في اي مصيف يتعرض للشمس اي بلكونة مستورة لو ست محجبة تتعرض للشمس بعد الفجر وقت الضحى كده وبعد العصر عشان ما تتحرقوش ايه تاني ناكل كويس نشرب كويس نحافظ على جسمنا نحافظ على صحيحنا دي امانة من ربنا طبعا بس طبعا يا دكتور انت كنت منورني النهار ده وما عادين يقولولي في الاربيز عندنا تقرير عندنا تقرير عايزين نعرضه نروح نشوف التقرير ونرغالو كتين ايه تقرير عشان ما تتحرقوش انزل يا جامل عالساحة وتنختار كده بالراحة انا قد تعنيك مع اني قزرة عينك دباحة ما لك طالع بالعالي يا امالي قلبي لايدي ما لك طالع بالعالي يا امالي قلبي لايدي طبعا فجأة حلوة جدا انا مبسوطة مبسوطة اكتر من الدكتور نوى شرفنا ومبسوطة من فريق الاعداد وبحبوك جدا 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 كل سنة وانتي طيبة يدعاء وعبال 100 سنة ان شاء الله كل سنة وانتي طيبة وربنا نديك اسفحة والعافية تسلم يا دكتور وكنت منورنا النهار ده ان شاء الله لنلقاء كتير مع بعض ان شاء الله بإذن الله واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم وانتي طبعا وانتي طبعا